إن شاء الله نهر دا هنكمل بقيات موضوع الأباتشي هنتكلم نهر دا عن موضوع مهم جدا بالنسبة لك اللي هو موضوع دينامج كونتنت هل يمكنك سمع عن موضوع دينامج كونتنت قبل كده؟ ها هل يمكنك سمع عن موضوع دينامج كونتنت قبل كده؟ هل هناك قسمه عن بيتش بي قبل كده او بايثون او أي شيء بيتش بي بايثون بيرل روبي عرف روبي؟ لا مش روبي اللي بتلقص ها بيتبانى كله في الويب ران تايم يعني ايه بيتبانى كله في الويب ران تايم؟ يعني ايه؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لازم كده هنتفرع الاول في حاجة نتكلم عليها وبعد ما هنتفرع فيها هنعمل ايه؟ نرجع لموضوع دينامج كونتنت ده خلاص يعني مش هنبدأ مش هنعرف نغش موضوع دينامج كونتنت على ما تبقى عارف البايزيكس بس تاعة داتا بايزيز ماشي؟ فدعا نتكلم الاول على داتا بايز ازاي اني استول داتا بايز ومنتني داتا بايز بعد كده ها نرجع مرة تانية يعني هنخرم كده بسرعة نبص على داتا بايز بسرعة عا كده على السريع ونقع بعد كده نرجع لموضوع مين؟ الدينامج كونتنت تتعلق بايز ماشي؟ طيب الاول تعال نتكلم علي الداتا بايزيز الداتا بايزيز في عندنا اكتر من النوع داتا بايزيز موجودين اشهرهم فيه اتنوعين اتنين موجودين هم اشهر اتنين موجودين اللي هو السيكويل داتا بايزيز خلاص السيكويل داتا بايزيز والنوع التاني حاجة اسمها النوع سيكويل داتا بايزيز دول اشهر اتنين موجودين حاليا في العالم يعني السيكويل داتا بايزيز كل وظيفتها في الحقيقة او الطريقة اللي شغالة بيها عبارة عن مجموعة جداول وكل جدول بيكاوم مجموعة صفوف واعمدة انت لما تحاول تتعامل معها تانتراكت معها بتكونك تاعد دي بي ام اس او داتا بايزيز مانجمنت سيرفر ستبدأ تدينه شوية اوامر عشان تقدر تتعامل مع التابيزي الموجودة دي مجموعة اوامر زي ان انت تختار داتا او تسلكت داتا معينة من الجداول اللي موجودة دي او ان انت تعدل داتا اللي موجودة في الجداول دي او ان انت تمسح منها حاجة او تضيف لها حاجة ماش كده؟ السيكويل داتا بايزيز لها مشكلة حقيقية عندها مشكلة مشكلة فعلا اللي هي بتاعتها السيكويل داتا بايزي بتاعتها فيها قصور شوية الى حد ما وليه ليه في قصور؟ لان طالما انت بتتكلم على جداول فالمشكلة اللي عندك هو الجدول بتاعك ده الجدول بتاعك ده هياخد كم صف وكم عمود بالظبط يعني ايه اقصى عدد من الصفوف ممكن ياخدها؟ وايه اقصى عدد من الاعمدة ممكن ياخدها؟ دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبالك الحاجات التانية المشكلة التالية كمان او المشكلة الاكبر فرضا فرضا ان الدي بي بي باس بتاعك سكيلاولي ماشي؟ فالسكيلاوليتي تتوصل لاي مادة بالظبط تتوصل لحد فيين؟ يعني فرضا الدي بي باس تاعك ده هياخد خمسين مليون صف هياخد مت مليون صف طيب انت لما تيجي تقسم الداتا بقى هتقسمها الاكتر من سيرفر هتقسمها ازاي؟ الموضوع هيكون مزعق جدا بالنسبالك هيكون مزعق جدا 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 وكل ما هتحل خزوق هيطلع لك عشر اصاده ماش كده؟ حتى لو انت عملت كلاسترز وقسمت الداتا او عملت حتى database partitioning هتوصل لمرحلة في الاخر هتلاقي SQL database ديان ما عددش نفع باي حل من الاحوال يعني احنا وصلنا لمرحلة وصلنا لعصر ان لما تتكلم على ميت مليون ريكورد في database او خمسمائة مليون ريكورد حتى بقوش كفاية بقوش كافيين عصر البيج داتا لما ظهر الخمسة اثنين اللي فاتهم ناس كلها تتكلم على البيج داتا والبيج داتا اللي ظهرت ديان حرفيا ما عددش كفاية لو بصيت لأي حاجة كبيرة او مثلا زي امازون مثلا او زي فيسبوك وبصيت على حجم داتا اللي بتطلع حرفيا انت بتتكلم عن مئات المليون من ريكورد تطلع كل يوم لو شفت امازون مثلا امازون بيسجل كل حاجة بتعملها يعني انت لو دخلت تشتري مثلا من امازون دلوقتي حتى لو انت مشتريتش يعني انت مثلا في الوشلس بتاعتك كذا او انت حتى دخلت عملت سرش وليك على مهكبوك برو دخلت عملت سرش على امازون بمجرد ما عملت سرش فالسرش ده تخزن وتربط بال اكاونت بتاعك تخيل هتلاقي بعدها كام يوم مش كب كام يوم في نفسي اليوم حتى اساسا ولا تاني يوم هتلاقي امازون دخل يقول لك بص يا حاج انت كنت بتدور على اقلم مش عارف بكام احنا عاملين اقلم ده دلوقتي فدخل حتى اللي انت مشتريتوش اساسا تسجل بكلمك بس تخيل انت حكم مدته قد ايه تخيل تخيل بقى كم واحد في العالم مشترك على امازون وكم واحد بيخش يتفرق بس كده واينك متشوف الله النور بقى وليح سيب انت من هالل السناء الجاية لو اتكلمت على فيسبوك وعلى تويتر وعلي علي بابا مثلا اتفرج على فيسبوك وتويتر يا ديني النبي انت كل شوية تخيل انت كل واحد مش كل واحد في العالم كله كم بوستر بتحطي يوميا وكل بوست فيهم فيه كم كلمة الحاجات التانية كل بوست فيهم علي كم رد وردود ديان فيها صور قد ايه وفيها فيديوز قد ايه يعني ربنا يبديك الصحة فلو انت تتكلم على سيكويت نتابيز الاسكالبليت التاعتها وصلت لمرحلة نهاية خلاص يعني يعني خلاص انتهت كان الحل عشان يفكروا بحاجه زي كده يكون فيه approach جديد خالص الابروتش ده هيتكلم على ان احنا نغير المفاهم كلها بالتفصيل الممل من A to Z قال لك SQL Database القديم عديا ومناسبة SQL Database دي قبل اي حاجة كمان امثلة ليها مثلا زي MySQL Database وزي Postgre SQL Database وزي Microsoft SQL وزي Oracle Database كل دي عبارة عن SQL Database ولما تسمى SQL Database ده عشان بس اللغة اللي كلهم بيشتركوا فيها اسمها SQL أو Structured Query Language ده عبارة عن language كده معينة بتستخدمها عشان تتعامل مع Database اللي موجودة عندك طيب لما جم فكروا انهم يربلاس السيستم القديم دوا بكل DB سواء انت شغال Microsoft SQL أو Oracle أو MySQL أو PostgreSQL أي ان كان فكروا في أبروش جديد خالص database جديدة خالص اسمها أو نوع جديد database جديد اسمه NoSQL Database انسى فكرة الخزوق القديم بتاع ايام زمان ده اللي بيقولك ان كل حاجة في الدنيا عبارة عن جداول وكل جدول عبارة عن مجموعة صوف وأعمدة لا انا بتاعتي هتبقى عبارة عن شوية records وكل records هتبقى متخزن فايل ماشي وبالمناسبة انا هلغي كمان الخوازيق اللي كانت موجودة في SQL Database اللي كان محطط مثلا ان انت عندك بيانات موظف بيانات الموظف دون لازم تلالي بيانات معينة مثلا مثلا الادرس ومش عارف ايه و ايه و ايه الدنيا كبرت بقيت اكبر من كده انا ممكن ان يكون عندي موظفة عنده شوية معلومات زيادة وموظف عنده شوية معلومات اقل فانا بعد كده المعلومات اللي قادر اخزنها اخزنها ماشي طيب هتقولي طب ما ده هيفيدني في ايه طب ما ده هتقولي في مشكلة يعني في معلومات تبقى نقصة هقولك لا ده هيحل لك مشكلة اصلا اكبر اللي هي ان انت كان SQL database كانت ال data اللي تتسجل عبارة عن سواء سجلتها او ما سجلتهاش هي بتفضل حاجزة المساحة يعني انت مثلا كنت بتقوله ان الادرس بتاع الموظف اللي عندي دون والادرس ده optional والادرس ده ممكن تحطلي فيه رقم الشارع او لا ممكن تحطلي فيه رقم العمارة اللي هو ساكن فيها طب ما ممكن الراجل ما يكونش ساكن اصلا في عمارة ممكن يكون عنده البيت بتاعه الخاص به او ساكن في فيلا او حاجة هو حتى لو انت مش هتخزن المعلومة دي انت بتحجز لها مكان في ال data base لكن مع ال data base الموضوع مختلف قالك لا اللي تعرف تخزنه خزنه ولو حبط اضيف اي حاجة جديدة اضيف اي حاجة جديدة براحتك زي ما انت عايز فبدأ انا نوفر في المساحات بشكل كبير جدا بس بقيت الدنيا سكيلا بول اوي بقيت ما اقول لك انت عندك مثلا 500 مليون ريكورد خلاص يا عم سأل اوي ارمي اول 20 مليون اللي بعدهم على سيرفر ثاني العشرة اللي بعدهم على سيرفر ثالث الخمسين اللي بعدهم على سيرفر رابع وهكذا بعيش حياتك فمقاش عندي اللي هي عبارة عن شوية اعمدة وشوية صفوف لازم يكونوا مرتبطين ببعض لا الكلام ده انتهى خلاص العصر ده انتهى ماشي طيب بمحما لسه شغالين او حاليا معظم السمول واللارج سكيل سوفتوير حاليا لسه شغالة على SQL Database يعني مازلت مقتنع انا مازلت مقتنع ان SQL Database لها دورها على الاقل الخمس سنين اللي جايين ليه؟ مش عشان هي حلوة او عشان هي احسن من SQL Database ولا اي حاجة من الكلام ده اطلاقا والله هي بس عشان كل حاجة كتبت فاخر خمستاشر سنة كانت مكتوبة لل SQL Database يعني لو بسيت على كل السوفتويرز اللي موجودة هتلاقي كلها مكتوبة لل SQL Database اللي هي Microsoft SQL وغيرها انما معظم الجديد كله لو بسيت بقى الحاجات الجديدة كلها هتلاقي الحاجات الجديدة كلها بدأت تتكتب تكون compatible مع النوسيق وال Database خلاص؟ ولو عايز مثالة عليها كده لو حد في كو سيمة عند Elastic Search او ELK Stack خلاص؟ هتحاول اتضيكوا ELK Stack دوا عبارة عن زي Sim Solution كده او Log Management Solution بس حاجة قوية جدا جدا لو بسيت على امثلة ما علينا ده نوع يعني ده اسم السوفتويرز اللي موجودة ممكن تكون شغلة مع النوسيق وال Database انه SQL Database هتلاقي في حاجات موجودة منها مثلا زي MonjoDB خلاص؟ وغيرها ماشي؟ ايه تاني؟ زي MonjoDB و زي ال Elastic Search وغيرهم ما علينا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ عايزين ننستول SQL Database خلنا في طريقنا او في الايه في الموضوع اللي كنا نتكلم فيه اللي هي SQL Database دي زي ما قلتلك ده هيكون ليه هدورها على الأقل الخمس سنين اللي جايين؟ لان كل السوفتوير اللي موجود او معظم السوفتوير اللي موجود حاليا كان هو ريتن عشان يكون compatible مع SQL Database ماشي؟ طبعا في بعض بعض الديفلوبرز بدأوا يهتموا بموضوع No SQL Database وبدأ السوفتويرز تكون compatible معداء او معداء بس الموضوع هيحتاجه وقت شوية الموضوع هياخد وقت ماشي؟ غالبا هتلاقي معظم السوفتويرز اللي كانت موجودة في السوق قبل 2014 هتلاقي معظمها شغال SQL Database والحاجات اللي كانت فيما بعد 2014 هتلاقي معظمها دلوقتي بقى ومش معظمها يعني ممكن تقول معظم بلاش كانت معظم دي عشان ما نقول ما نكوتش مقحفين يعني في الموضوع هتلاقي جزء كبير جدا منها ايه؟ بقى compatible مع SQL ومع No SQL Database ماشي؟ طيب كلام جميل تعالي اتكلم على واحدة من SQL Database اللي موجودين اللي هي MySQL أو PostgreSQL ماشي؟ فهتعاكدا install MySQL Server تعالى كده yum install MySQL Server yum search MySQL تعالى كده نتسرش على المي سيكول دي تعالى كده نتسرش على وتعالى نشوف المي سيكول سيربر موجود فين؟ المي سيكول سيربر مش موجود في الوفيشيال ريبوس بتاعة سينتوس كمان ودي حاجة من الحاجات الكوميدية حاجة بس اعايز اقولك عليها كما الناس دول كاتبين المريا دي بي ما تزعلش عم يعني ما تحسنش انها من دخلتك المي سيكول المي سيكول اصلا كانت مبنية عن طريق المي سيكول شركة Sun Microsystems اشترتها من فترة كبيرة جدا وبعد كده رحت جاية Oracle رحت شارية Sun Microsystems اكبر DataBase كانت معذبة Microsoft وكانت معذبة Oracle هي المي سيكول سيربر يعني كنا عاملين احصائية كده تقريبا 72% او من 70% الى 72% من السيربر الموجودة حوالي العالم بتستخدم مي سيكول يعني open source وبلاش مش محتاج licenses مش محتاج اي حاجة سهلة انت تعمل منها clusters ليها Graphic Administration Tools فبتسهل عليك الدنيا جدا يعني انت مش محتاج تروح تشتري license من Oracle او Microsoft طبعا لو عرفتم ان license بتاعة Oracle او Microsoft مثلا بتتحسب per core يعني لو انت جاب جهاز عندك لو كده السيربر والسيربر ديتامانية core فانت لازم تروح تشتري License Operating System و License اللي ديتابيز نفسها ولما تشتري ديتابيز او DBMS DBMS هيحسبك على كل كور لوحده يعني ربنا يديك الصحة بقى وانت ايه وانت بتحسب فتخلي لو تبني cluster كراستر اللي بتكون من خمسة ستة نودز ولا حاجة ولا من ثمانية نودز شوفها تدفع كام بقى يعني هتتنفخ حرفيا او الشركة اللي انت شغالة او المسال انت شغال فيها هتتنفخ حرفيا كلمة نفخة تبقى قليلة عليه ماشي طيب كلام جميل او بكل بساطة لما Oracle اشترت MySQL او لما Oracle اشترت بمعنى أطق Sun Microsystems بقت MySQL بقت ملك المين بقت ملك الأوراكل فأوراكل حاول التموت MySQL حاول التموتها حرفيا طبعا اعتقد انتوا موظمكم عارف السياسة بتاعة Oracle سياسة سيئة جدا ان طالما الحاجة مش هتستفيد منها مديا ايه؟ بتحاول تقتلها بالضبط زي عملت مع Solaris خلاص فبصراحة يعني اللي حصل ان الديفلوبرز اللي كانوا مشاركين في MySQL database اتضايقوا جدا 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 من اللي حصل ورحوا عاملين ايه؟ قالك بس هي اصلا اللي كانت ريليس كأوبن سورس احنا هناخد النسخة بتاعة اللي سيئة دي هنعدلها ونبدأ نشتغل على النسخة جديدة خالص وسموها فعليا بدأوا يشتغلوا عليها من كام سنة وعملوا حاجة اسمها المريا دي بي المريا دي بي دي عبارة عن نسخة معدلة من اللي سيئة خلاص البرفورمانس بتاعها كمان بقى انهانس دعام اللي سيئة الرسمية اللي بتطلع من أوراكل دلوقتي ماشي لو حسن الحظ ان المريا دي بي كومباتابل مع المي سيئة من غير اي مشاكل المريا دي بي كومباتابل مع المي سيئة يعني لو اي صفت ويل كان مكتوب عشان يرام على مي سيئة او عشان يشتغل او الباك اند بتاعه كتابيس لكل مي سيئة ممكن يشتغل على مريا دي بي من غير ما تعدله اي حاجة لان هي اصلا مي سيئة في الاساس فمش فرق معك اي حاجة اي هي اصلا في الاصل كانت مي سيئة بس ماشي كده طيب تعال ان انستول مريا دي بي يبدل الوقت يخذ انا متطبقين سواء انت اشتغلت مريا دي بي او اشتغلت مي سيئة مي سيئة مي سيئة بيس او مي سيئة سيرفر تحديدة فالاثنين واحد بالنسبة لك الاثنين مش شايف رقوا معك فانا ممكن انستول الاثنين ممكن اقول له كده ممكن اقول له كده يام انستول مريا دي بي خلاص بصو اي كده بقول لك مريا دي بي هنا بتاع عبارة عن ماشي بالمناسبة لحسن الحظ لحسن الحظ ان كل التولز كل التولز اللي موجودة مع المي سيكويل تقريبا تقريبا 100% منها او يكادي يكون 99.99% منها مريا دي بي فانت هتلاقيك انت نفسك وانت بتشتغل مع المريا دي بي هتستخدم نفس التولز بتاع المي سيكويل من غير اي اختلاف اطلاقه ماشي كده ماشي ماشي تعمل لها نستول كده اد المريا دي بي اهيان طبعا اين وانت اشتركوا في القناة 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 طبعا عندك فيلد هنا ان هو يدون لود بعض ملفات الاكسامل فبيروح يجيب من لينك تاني سوان ما يخلص ونحط الاربي ام فيوجن اشتركوا في القناة متحل في القناة الاب الاربي ام الاربي ام داش او باكتج 11000 باكتج خلاص هتقولو كمان كده ربي ام داش اي بي اتش دال ار بي ام فيوجن طبعا ار بي ام فيوجن هيدك شوية باكتج كويسة بس مشتحيل يكون نفس حجم الاب ال مش هكون نفس حجم الابيل خالص ماشي شايف الار بي ام فيوجنز هتلاقيك هتلاقي من دي الحاجة بوسطى جدا 215 باكتش مش اختراها يعني تعال هنا كده نعمل له ايه ممكن تقنيبل كمان للنفري بروزيتري هنا اه اه ادرس فدول التروزيتري دولا اعتقد ان هما كافرين بشكل كبير جدا ان هما ايه ان هما يدوك باكتش اكتر من اللي انت محتاجها تقريبا تقريبا معظم اللي انت محتاجه هتلاقي موجود فيه في التروزيتري دولا تعال كده نبدأ نجرب على ان سيرش على مي سيكول او مريا دي بي اين كان يعني لو جيت اقول له كده يام سيرش مي سيكول وباكتش واينك ما تشوف اللي انت نور فاق المرة دي اه تعال هنا كده هتلاقي في عندك فين فين يا سيدي فيه مي سيكول مالتي مستر بلي كيشن موجودة اهو مي سيكول بروكسي اه اه أه شلوها من الربوزيترس و هذه شيء ليس موجودة أساساً هم شلوها من الربوزيترس أصلاً بشكل مطلق تخيل؟ و هذه مفاجأة جداً بالنسبة لي بالمناسبة أن هم شلو الميسيكل من الربوزيترس تبتع كده ندور على المريا دي بي هم شلو المريا دي بي سيرفر و المريا دي بي كلينت موجودة هم شلو طيب ماشي أقول له كده يام انستول مريا دي بي داش سيرفر و هذه ستبديني السيرفر باكتج نفسها اللي هتعمل لي انستول المريا دي بي سيرفر والمريا دي بي لو انت فاكر اللي احنا عملنا الانستول من شوية دي الكلينت باكتج دي الكلينت باكتج يعني حتى المي سيكوي ان شاء الله الساب بولت بتاع السنين من عندنا انت محنش محتاجها اساساً من الاخر ضربوا وراكل بالشلوت فانت في عندك 2 باكتجز لباكتج مع たاقبات الا تتعامل مع التوکيت 가격 اللي تخليك أن تكون نقتاً تكاري التكني نقرة الاتاباس تكاري التاباز تكرية يوزرز وهكذا. دي الكلاينت باكيج. ماش كده? الداتا بايز سيرفر باكيج؟ بنسمها يعني ده عبارة عن السيرفز نفسها بكل بساطة. ده الدي بي ام اس نفسه. او داتا بايز مانج من سيرفر نفسه. ماشي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. مريا دي بي عندي وقفة ومشتغلة ازايزا وديسيبل كمان فانا ممكن اجيه انا اقول له تعال نستارت المريا دي بي تعال كده ماشي تعال نعمل لها status مرة تانية اهيا بيت اكتب ورانين بمناسبة لو انت بستع الكوميديا الاس يوزر لا مش يوزر هي varlib فين 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 الكوميديا بقى الكوميديا ان المريا دي بي المكان اللي بتخزن فيه الداتا بيس بتاعتها موجودة فين في المكان ده تخيل يعني المريا دي بي سيرفر من الحاجات الكوميديا ان هو لسه بيخزن الملفات الخاصة بالداتا بيس بتاعتك بيخزنها varlib mysql رغم النواة شغال على حاجة تانية خالط اسم مريا دي بي بس كما قلت لك هو عبارك عن نسخة معدلة من مين؟ من المي سيكويل فما تنساش الحكاية ديا ما تنساش الحكاية ديا ماشي كده؟ طيب كلام جميل ماذا احسن؟ مش فاهم يعني ايه احسن؟ في الوضع الحالي مريا دي بي بقت مور اوبتمايزد بشكل افضل من مي سيكويل نفسه معظم الديفلوبرز اللي كانوا موجودين او اللي كانوا بيديفلوب في مي سيكويل كلهم حاجوا منها وطفشوا وصابوها وراحوا المريا دي بي ماشي؟ طيب نرجع مرة تانية عشان تكونكت عدد تابيز عندك فالتابيز عندك بكل بسطة كده مكن تقوله كده بس كده هيخليكت تكونكت عدد تابيز ايه يا عم ده؟ بس كده ايوه لو عايز تشوف الجداول او تشوف الاول التابيز اللي موجودة عندك كنت تقوله كده شو داتابيز هيعرض لك التابيز اللي موجودة عندك لو عايز تخرج من الشل او من الانترفيس بتاعه ممكن تعمله اجزق كده يقولك مع السلامة تكلع الله لو انت لاحظت حاجة هنا ان اي يوزر كده موجودة على المكنة هيقدر يكونكتها على مين؟ على المي سيكويل من غير ما يسأله على يوزر نيم ولا باسورد والدنيا ماشى ذا سكينة في الحلاوة خلاص؟ فطبعا الكلام ده او الستطاب ده مش سكيور اساسا انت المفروض لما تستطاب داتابيز سيرفر بعد ما تعمله ان استوال تحاول سكيور داتابيز سيرفر ده عن طريق ان انت ايه؟ شوية حاجات كده تعملها يعني مثلا تدسابل الريموت لوجين يعني ما حدش يقدر يكنكت الريموت اللي على السيرفر بتاعك دوا ويكون له لوجين عليه ان انت اي حد يكنكتها عندك لازم يطلب منه يوزر نيمو باسورد لو انت شفت الداتابيز اللي موجودة عندي هنا فوق كده من شوية هتلاقي في عندك داتابيز ما تست مين تست دي عام؟ دي قالك داتابيز موجودة عشان تقعد تجرب فيها تقعد تلعب فيها كده 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 كداول تعمل جمل سيكول ستيتمنت تسليكت او تقضيت حاجة تستنج بس ليك فانت المفروض عشان تريح دماغك تي ايه؟ تحذف كل الكلام اللي مالوش اي لازمة دوم وتستطب يوزر نيم و باسورد عشان لما يجي او تستطب باسورد لكل حد دي كنكتة عندك بيحسر ان تتسيكيور انستوليشن ده الحاجة التانية كمان من ايام مي سيكول عشان يديحوا دماغهم عمل لك سيطب سكريبت كده بسيطة اسمها مي سيكول سيكيور انستوليشن مي سيكول في عندك شوية ايه؟ شوية سكريبت موجودة جاهزة منها منها مين؟ سيكيور انستوليشن دي ممكن اقول له كده سيكيور انستوليشن سيكيور انستوليشن زي ما قلت لك دي عبارة عن سكريبت جاهزة بتسمح لك ان انت ايه؟ تضبط المي سيكول او تسيكيور المي سيكول زي ما قلت لك برضه هتبقى كمباتها والمعلمية دي بيبين غير اي مشاكل ماشي كده؟ تعال كده بيقول لك اديني الباسورد او الكرانت باسورد الروت او اصلا ما كانش لي باسورد يقول لك اديني انتر فرن هتغط له انتر لان ما كانش عندي اي باسورد قال لي اه عايز تضغط باسورد للروت اقول له ايواء طبعا اضط لي باسورد للروت انيو باسورد تعني ادهاله نكونفيرم كمان قال لي املئت ان الانونيوميس يوزرس ممكن يكون نكت عندك على المكنة دي هل عايز تألاء الانونيوميس يوزرس انا مش محتاجة الانونيوميس يوزرس عندي انا محتاجة ايه الوك الداتا باس دي اكنترول الداتا باس دي مين اللي يقدر اللوغين عليها خلاص فتعال انا هشيل الانونيوميس يوزرس دول كلهم بيقول لي عايز تمنع ان الروت يلوغين ريموتلي اقول له ايواء ليه الروت يلوغين ريموتلي فيها خطورة لان اتخيل لو الروت يوزر بي دي فولت الكنيكشن بين المي سيكو الكلاينت والمي سيكو السيرفر ده معناه ان فيه خزق كبير جدا جدا عندك اللي هو ايه ان لو الروت يوزر حاول يكوننكت من كلاينت او من مكنة على الشبكة للداتا بالسيرفر بتاعك احتمال يكون في حد بيسنف الكنيكشن فلو حد بيسنف هيشوف الروت يوزر بتاع بتاع التاباز بمناسبة لاحظت ان انت عندك حاجتين في عندك الروت يوزر بتاع السيستم وفي الروت يوزر بتاع التاباز هذا هو التاباز بكل بساطة فتخيل بقى لو التاباز ادمن دوان بيلوج من مكنة من على الشبكة واحد رعمال يسمف الترافيك هيشوف الروت يوزر نيمو الروت يوزر بتاع التاباز من غير ما حد يقوله انت راح فين و جاي من اين فعشان يرحمك من المشكلة دي قال لك بص انا هدي سيبه لان الروت يوزر ريموت يوزر عايز توزر روجين كروت لوجين من نفس المكنة عشان امنعك ان انت ايه؟ تبعاتي اليوزر نيم والباسورد على الشبكة في شكل كلير تيكست دوان ماشي؟ فانا هتسأله الكلام دوان امنع الكلام ده والتست داتاباز كمان عايز تحذفها هقوله ايوه احذف التست داتابازز ديا انا خلاص ما عنش محتاجها الحاجة الاخيرة قال لك انت دلوقتي عدلت في المشتخدمين عايز تعمل الريلود للكلام دوان هقوله ايوه بس كده اشوف كرام خلاص ماشي كده؟ طيب لو جيت حاولت تتعمل الكنكت مرة تانية عن طريق الامر الاسمه ويسيكويل كده هيطلع يتوف عليك وقولك لا 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 ثانية واحدة الاكسس دي ناي دي همعلم دلوقتي ماينفعليش الكلام دوان اللي انت بتعمله ده كلام فاطي طيب امال ايه يا عم والاكنكت ازاي؟ لازم تقوله انت هتكنكت بمين بقى؟ مين الوزرنين بتاعك؟ ومين الباسورد بتاعتك؟ داشي ورود داش بي وتدوله الباسورد بتاعتك بمناسبة انت ممكن تدول الباسورد كده؟ خلاص ولازم تكون لازقة في البي يعني الباسورد اللي تدهانه لازم تكون لازقة في مين؟ في الداش بي دي هم ده الابشن ودي الباسورد نفسها هتلاقيها لازقة فيها طبعا ده شكل غير وكومندد لان لو حد بيشوف الباسورد بتاعك ايه اللي هيحصل؟ انت كده لبست في الجدار؟ فانت الاحصان لك تقول له بس كده مي سيكل داش يورود؟ داش بي من غير الباسورد؟ هو هيسألك على الباسورد ساعتها فانا ممكن اديه الباسورد بتاعتي كده؟ اديته الباسورد صح؟ هيكونكت معاك؟ ها وضحت؟ ها وضحت؟ ها وضحت ها وضحت الحكاية دي ها؟ خلاص؟ اه لا مفيش مفيش ممكن تعمل الكلام ده فيه؟ انت كنت ممكن تعمل نفس الكلام دوا من انت تروح تكونكت على داتاباس ديا تفاكر لما جيت عملت لك شو داتاباس من شوية؟ كنت ممكن تعمل الكلام ده كله بشكل مانيوال؟ كان فيه عندك داتاباس اسمها تست؟ كنت المفروض تروح تعمل تروب داتاباس تست؟ بعد كده تروح للداتاباس اسمها مي سيكويل يا عم تعال هنا كده الباسورد تحت اهياء use mysql show tables الجداول اللي فيها كل المستخدمين كنت ممكن اقول له كده asterisk from user وتعال نرتب الكلام ده كده backslash e هوا كنت ممكن تروح انت بايدك بشكل مانيوال؟ ها تعمل ايه؟ تشوف المستخدمين اللي موجودين؟ وتمسح الانونيوماس يوزرز الانونيوماس يوزرز كلهم بايدك يعني كنت ممكن تروح كده بايدك واحدة واحدة كده وتشوف ايه السكرت دي بتعمله؟ وتروح تعدلها بنفسك تعمله بشكل مانيوال بسطبع انت كده بتعزب نفسك حرفيا بتعزب نفسك يعني انا هاش اي لازمين؟ من ناحية الامكانية ايوا في امكانية فمش اي مشكلة خاصة بس هتعزبك يعني هتعزبك نريش نارجع مرة تانية انت ب هذا either عندي وقت اباندرانج بالمناسبة احنا كنا نسينا نعمل System Control Enable للمريا DB خلاص بس كده كان ايه كمان تانية سيلي عندي اه تعالوا بص عبدابيز اللي موجودة كده ممكن اقول له كده MySQL-Rode-P والباسورد بتاعتي كمان ادي هاره اهيام بالمناسبة By Default Non Selected Non Selected معناها ايه؟ ان انت مش بتعمل مع ايه داتابيز دلوقتي خلاص كده؟ طيب تعاكدا نشوف الداتابيز اللي موجودة عندي هتلاقي عندك By Default في تلاتة بيزز موجودين واحدة اسمها Information Schema, Performance Schema و MySQL التلاتة مفيش فيهم ولا واحدة موجودة في الحقيقة الا MySQL بس هي دي بس اللي موجودة امان مين يا عم Information Schema و Information Schema دول قالك لا 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 دول دول بيكاريته كده في شكل اوتوماتيك اول ما تكاريت التاتابيز سيرفر بس او اسف اول ما تران التاتابيز سيرفر بس بمجرد ما توقف الدي بي ام اس ها ايه اللي بيحصل الاتنين التاتابيزز دولا خلاص مع السلامة اعتبر كده ان هم حاجة اسمها Views ماش كده طيب كلام جميل اه عايز تكاريت التاتابيز بكنت تقوله كده كريات داتابيز و ادي له اسم التاتابيز اللي انت عايزها واللي يكون اكريات التاتابيز اسمها مصطفى اهو لو جيت تقوله شو تاتابيزز تاني ها التاتابيز كريات طيب لو عايز تستخدم اي واحدة فيهم يعني انت الوقتي عايز تعمل مع واحدة معينة منهم ها لو عايز تعمل مع اي واحدة منهم كده هتقوله كده اه لأ ثانية واحدة Use وبعد كده اسم التاتابيز نفسها اهيا Use مثلا و يكون MySQL لاحظ ان في اخر كل امر رازم تضيف له ايه ها سيبي كولوم ماشي بمجرد ما قلت له استخدم التاتابيز معينة انظروا ليه كده البرومبت ايه اللي حصل له عندك بدل ما كان نمسك نم بدل ما كدت مش بتتعامل مع اي داتابيز محددة لا بيقولك دلوقتي انت بتتعامل مع عدد نيز اللي اسمها MySQL عندك دلوقتي اهو ماشي طيب كرام جميل تعاكد ان اقول له ShowTables تستعانشوا في الجداول اللي موجودة هنا ادي كل الجداول اللي موجودة في داتابيز دي ادي كل الجداول اللي موجودة في داتابيز دي شايف طيب لو عايز تعرض بيانات معينة كنت قل له جمل كده زي select اتعاكد ان select asteric from DB انا عندي جدول اسمه داتابيز موجود هنا هوا تعاكد ان select كل حاجة موجودة منه ماشي مفيش اي داتابيزة عندي موجودة select asteric from DB مش موجود طيب تعاكد ان select asteric from servers عندي جدول تاني اسمه سيرفرز عندي جدول تاني اسمه سيرفرز عندي جدول تاني اسمه سيرفرز تعاكد ان بص عليه برضو مافيش اي حاجة طيب select asteric from select asteric from process برضو مافيش طيب تعال انشوف اي حاجة يكون فيها general look ده كده برضو مافيش بما ان ال DB مس لسه متسطر مافيش عليه اي حاجة خالص فايه؟ هتلاقي ايه؟ فاضي صحرا مالك برضو طيب تعال انشوف جدول احنا اكيد متأكدين اللي في حد اللي هو اليوزر الجدول بتاع اليوزر ده هتلاقي اكيد فيه شوية بيانات هتلاقي شكلها طالع بالضبط عمل زي نكش الفراخ الدنيا مش مترتبة خالص لان المفروض الجداول كلها عايز يعرض لك كل الجداول ديا والصفوف والاعمدة عبارة عن كل واحد بسطر فطبعا شكل الترمينال وحجمه بتاعك شكل الترمينال بتاعك وحجمه وعمره ما هيكف ان انت ترك كل الكلام ده في سطر واحد فإيه اللي هيحصل؟ ها؟ هيطلع شكلها ملعبك بالمنظر ده فانت ممكن ترى احدي مايك خالص وتقول له ايه؟ اعرضها لي بشكل منظم شوية تضيف له بس باكسلاس جي باكسلاس جي هيخليه لك اعرضها لك بدلا ما كل واحد بسطر ها؟ هيعرضها لك تحت بعض يعني بصوا لي كده ده كده عبارة عن صف واحد بس اعرضوا لك بشكل عمود ده صف واحد بالضبط هوا فطلع شكله ايه؟ يعني يتفهم شوية ممكن يتقارعي تمام كده؟ فجاب لك الصفوف كل صف الواحده بس تحت بعض ماشي؟ شكلها ردبل شوية لحد كبير يعني ماشي كده؟ طيب بالمناسبة كمان تعال نعمل كده اجزت من هنا لا بلاش اجزت حتى انا عندي تابيز اسمها مصطفى تعال كده نقول له يوز التابيز اسمها مصطفى لو جيت تقول له الشوية تيبلز انا عمل تابيز جيدة بس تابيز دي فاضية حرفيا ما مش عليها اي حاجة لا في يوزرز ليهم كنترول على التابيز ولا في يوزرز ليهم اي صلاحيات على التابيز دي ممكن تعمل ايه في الاول؟ ممكن بعد ما كانت التابيز تضي صلاحيات لمستخدم عليها ماشي؟ يعني انا ممكن اقول له كده ممكن تقول له جرانت كده ان الراجل ده يقدر يعمل select و insert و update و delete لدي تابيز ديا ماشي؟ اديه بس ايه الحاجات اللي الراجل ده ممكن يعملها؟ ماشي؟ او ممكن تقول له كده select grant grant ممكن اقول له grant all on ها هتدي له صلاحيات على لو عايز تدي له على dbms كامل ممكن تقول له كده asteric dot asteric هو الطبيعي aster dot asteric ده بتقول له ايه؟ بتقول له اسم database dot اسم الجدول اللي انت عايزه فasteric معناها كل الdatabases dot asteric معناها على كل الجداول فطبعا دي عملية مجاجة جدا انت المفروض تقول له grant all on وتقول له اسم الdatabase اللي انت عايز دله صلاحيات عليها الdatabase اسمها مصطفى انهي جدول فيها كل الجداول اللي موجودة فيها خلاص هتدي صلاحيات لمين؟ المفروض هنا هتدي له اسم اليوزر اللي انت عامله جديد وليكن هتدي صلاحيات اليوزر اسمه مصطفى بمناسبة مصطفى ده data base user وليس system user يعني الراجل ده ملوش علاقة بالسيستم ميقدرش يلوجين عندك على السيستم بتاعك خليك فاكر الحكاية ده ايه؟ الdatabase users ملوهمش علاقة بالسيستم users خليك فاكر المعلومة دي ماشي تعال كده to مصطفى الاولانية كده خليها لي كده to user مصطفى عشان تبقى واضحة بالنسبة لك ماشي ومصطفى ده لما يجي يكوننكت هيكوننكت منين من الماكمة اللي اسمها localhost لازم احدد له الراجل ده هيكوننكت منين كمان ماشي ومصطفى والراجل ده الباسورد بتاعته هتكون ايه؟ ومع ذلك نضيف الباسورد بلسنك الكود نضيف الباسورد كده وليكن بالمناسبة انا قلت له الراجل ده هيكوننكت منين؟ تعال لي كده يا حج لازم تقول له الحاجات اللي هي تحطها ما بين ايه؟ تحطها بين single codes اللي هي اسم الـ user من الماكمة اللي هيكوننكت منها؟ طب لو كنت عايز الراجل ده يكوننكت من مكناة تانية والله الموضوع بسيط جدا ادي له اسم الماكمة او الـ IP بتاعها وليكن الراجل ده هيكوننكت من 192 168.0.1 فرضا لما انا قلت له يوزر مصطفى تلك الوكا الهوست معاناها ايه؟ ان الراجل ده لما يجي يكوننكت لازم يكوننكت من لوكا الهوست بتاعك مش هقدر يكوننكت ريموتلي ها وضحت؟ طيب الكلام جميل تعال هنا كده انا مش محتاج الراجل ده يكوننكت ريموتلي عندي ماشي اهو بقول لي zero rose affected لو جدت قوله كده use mysql تعاكد ان select asterisk from user هتلاقي في عندك راجل جديد خالص اتكرية اسمه يوزر مصطفى اهوا و ادي الباسورد بتاعته والراجل ده الصلاحيات بتاعته اهية الراجل ده مش من حقه يعمل اي حاجة طيب تعان select asterisk كله من الجدول اللي اسمه database اهول الجدول اللي اسمه database عندك زهر ايه؟ زهر حاجة ده خالص انا عندي database اسمه مصطفى اليوزر له صلاحية على اسمه مصطفى والراجل ده من حقه يعمل ايه؟ كل العمليات ده كل الصلاحيات يعمل select و insert و update و delete و create و drop و grant و مش عارف و ايه و ايه و ايه و ايه شوائد حاجات كده و لوكو يعني بص ربنا اديك الصحة بقى و ألترو كل الـ operations بتاعت مين؟ تاعت database فلاده الراجل ده صلاحيات بالكامل على الـ database دي بس مش على الـ database بس كامل لو كنت عايزه على الـ database كامل كنت ممكن تقول له انت بتقول له الـ statement دي تقول له on وتقول له asteric dot asteric لما قلت له مصطفى dot asteric مع نادته على الـ database بتاعت دي ضد اي جدول فيها وضحت ها حد عنده ايه مشكلة؟ طيب امتاز جدا امتاز بعد ما كاريت اعود نفسك دايما طالما كاريت users او حزفت users كل اللي انت عملته ده ماروش اي قيمة لحد ما تقول الـ dbms يريلود مين؟ يريلود الصلاحيات دي مرة ثانية الصلاحيات دي بتعمل لها من الجدول اللي اسمه user اللي موجود في database اسمه mysql يعني لما السيرفر بيستارت اوب بروحي على الصلاحيات دي او انت ممكن تجبر السيرفر كده وتقول له ممكن تجبر الـ mysql او MariaDB وتقول له كده flush privileges ساعتها هيعمل ايه؟ هيروحي على صلاحيات المستخدمين من اول وجيد خالص لو كان في ناس اتشالهم او ناس اضافهم او اي حاجة هيرصل لحد من اول وجديد ممكن تعمل الـ exit بس كده شكرا طيب تعالي كده مصطفى هيقول لك access denied لازم يكون في باسورد كمان الباسورد بتاعتي اهيه اهو شايف لو جيت اقول له كده show databases اه بص لما قلت له شو databases مش هيرضى يخليك تشوف كل حاجة هيخليك بس تشوف مين الـ database اللي انت لك صلاحيات عليها بس شايف الحكاية دي لكن الوحيد اللي هو صلاحيات على كل حاجة ها هو الـ root user بتاع database الـ root user بتاع الـ database هو الوحيد اللي هو ايه اللي هو صلاحيات على كل حاجة لكن انت كيوزر عادي مش هتقدر تشوف اي database اللي كصلاحيات عليها طيب تعالي نعمل exit من هنا في حاجة كمان ان في لو عايز تعمل buckable database في عمدك طول اسمها كده ممكن تستخدمها خلاص دي ممكن تقوله كده داش داش هل بتاع نجيب الايه اللي موجود فيها ما شاء الله معك كمية options خليك تتخضى اساسا بقولك الـ options بتاعيتها بعد كده الـ database بتاعتك هيم تعال ممكن اقولك ده mysql افتكر كانت كده ولا كانت ايه اه كده بدأ يضم بالـ database اهيم بدأ يضم بالـ database انا ممكن اقوله اعمل ايه ضم بالكلام ده كله كده وحطهولي في الـ database وليكن اسمها mysql انا كده بباكب الـ database اللي اسمها mysql عندي انا كده بباكب الـ database اللي اسمها mysql الباسورد بتاعتي اهيم دخلت انا باسورد غلط ماشي لو جيت تقوله كده الـ database اللي اسمها mysql او اسف الملف اللي اسمه mysql.sql شايف جمل الـ statements اللي موجودة هنا لو جيت تدور كده على يوزر اسمه يوزر مصطفى اللي احنا عمينه من شوية هتلاقيه موجود هنا بالتفصيل المملة شايف مش ده اللي احنا نسا عمينه من شوية فلو انت عايز في اي لحظة تاخد دم بالـ database تاخد باكب بالـ database ممكن تستخدم statement زي دي حددت له اسم الـ user وحددت له اسم الـ database اللي عايز اعمل منها باكب اهيمت وقلت له لما تيجي تعمل باكب اسألني كمان عن الباسورد بتاعتي وقلت له خد ناتج ده كله وحطه في ملف اسمه mysql.sql ده ليه انت بس عشان تكون عارف ان ده عبارة عن ايه ها ده عبارة عن SQL file وضحت طيب حبيت تعمل restore في اي لحظة في اي لحظة محدش يقولك انت بتعمل ايه والله الموضوع بسيط جدا ممكن تقوله كده mysql.u root خلاص ممكن اقوله كمان خد ممكن اقوله خد الـ database اللي اسمها mysql او بلاش خد database اللي اسمها مصطفى يا سيلي اللي احنا لسه عاملها دي واخد البيانات من الملف اللي اسمه mysql.sql مش فرقة خلاص انا الوقتي باخد backup من database وبحط backup في database تانية مش فارق معي تاخد فين وتحط فين بس الفكرة ان انت ممكن تاخد backup في اي لحظة وتريستور ال backup ل اي database تحجبك تانية في اي لحظة او اللفس database هو طبعا الطبيعي ان انت تاخد لما تاخد backup من database لما تيجي تريستور هتريستور نفس database بس ده لا يمنعك ان انت ممكن تاخد backup من database وتعمل لها restore في database تانية هيعمل لها override ده على حسب ال statement بتاع السيكل ايه يعني فيه statements بديكتب فيها كده في الاول drop table of exist ده بيعمل ايه بيروح يبص على database الاول لو لا الجدول ده موجود قبل كده بيعمل له drop بيحزفه وبعد كده بيبدأ يضيفه على نظافة او بيبدأ يزود عندك على نظافة عشان يضمن ان اللي موجود في ال backup هو ده الحاجة الوحيدة اللي موجودة خلاص تعال هنا كده نجرب دول الباسورد بتاعتي هنا اهيا الباسورد بتاعتي غلط ادت هلو المرادي صح ماشي لا 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 بص عندي كده بص لما انا كنت اخدت باكم هنا هتلاقي في عندك هنا drop if exist اهو شايف ال statement دي اهو drop table of exist شايف ده هيعمل ايه قالك لو لا الجدول اللي انت عايز تعمله ده موجود قبل كده هيحزفه الاول وبعد كده يبدأ على نظافة اهو ده اللي اصده مش option ولا حاجة ده في في ال اهو اهو في ال SQL statement نفسه في ddl statement data definition language نفسه ما علينا نرجع تاني الموضوعنا تعال كده mysql تعال كده نتعال كده اه use database الاسمها مصطفى show tables المفروض ان انا اشوف الجداول دلوقتي اللي موجودة في ال database دي مطابقة للجداول اللي كانت موجودة في ال database الاسمها mysql لان انا اخدت ال restore بتاع mysql حطيته جوا ال database اللي اسمها المصطفى دا ها شوفت موضوع بسيط جدا انت تبقى بأت restore database ها موضوع بسيط جدا ها حد عنده اي مشكلة ها يبقى لو قلتلك لو قلتلك ها محتاج منك تنستول ال dbms تعرف تعمله رستول طب كريت database تعرف تعمل لها create طب backup database restore database اضيف user ودينه privilege معينة ها اعتقد الموضوع بسيط جدا صح موضوع بسيط جدا ماشي طيب اعتقد ان احنا كده على الاقل عارفين ال basics بتاع ال database تعال ناخد break وبعد break نعود عمارة تانية لمن للاباتي ماشي كده موسيقى